هيا ماذا تفعل محفظتي هنا يا حبيبي أخذت أي شيء مصاري مني لا تعلم كمهاتية تمتلك باره في ميت دولار طايرين معقول هدي ما أخذهم شو لما بيجي الموضوع للمصاري في البيت مين المسؤول بدنا حكم بناتنا كيف بنحل الصراعات المالية في الزواج المصاري هي أكثر شي بتجادل عليه الأزواج والإحصاءات بتحكي إنه 37% من الرجال بيكذبوا بالنسبة لمشترياتهم و 63% من النسوان بيكذبوا بالنسبة لمشترياتهم وهذا الشي بيفرجينا إنه المصاري هي شيء مهم في الحياة وكثير من الناس ما بدهم شريكهم يتحكم بمصروفاتهم عشان هيك بصرفوا المصاري وبكذبوا على الشريك الثاني على كل حال المصاري ممكن تكون سبب فوضى في الزواج والجدلات بتصير بناء على ثلاث أشياء أول شي فروق الإنفاق واحد بده يوفر والثاني بده يصرف وحلها إذا بتنحل ثاني شي نقص في التواصل كل من الطرفين عنده مبادئ مختلفة وكل واحد ماشي بطريق مختلف وما في تواصل أبداً وإذا كان في تواصل بيكون كثير قليل فهذا الشي بسبب جدال لما واحد من الطرفين يكتشف إنه الطرف الثاني بصرف مصاري على أشياء ما بتمشي مع مبادئه ثالث شي عدم التنظيم المالي ما بعرف وين مصاريهم موجودة ولا وين بتنصرف وبيخلص أول أسبوع من الشهر وبيكون الراتب طار يعني الشي ظاهرة عالمية وأنا فكرت بس أنا اللي ما بعرف وين المصاري بتخطفي لا مش بس أنت لا كل العالم هيك أغلبية العالم هيك كثير من الشباب ما بعرفوا كم بدخلهم مصاري إذا ما بتعرف كم بدخلك مصاري بالشهر فصعب إنك تنظم المصاري ودول الناس لما بدخلوا في علاقة وبتزوجوا الزواج رح يكون مليان مشاكل واحد من أهم الأشياء حتى تتجنب مشاكل المصاري في الزواج هي إنك ما تنغرم بالأشياء اللي بتشوفها مثل السيارة أو تليفون أو لابتوب إلى آخره وهذا يسمى بالشراء المندفع الشراء المندفع هو فخ والحل له هو التواصل لما بنحكي مع شريك حياتنا عن اللي بنفكر نشتريه وقتها رح تفهم قديش الإشي هاد مش مهم هلا رح نحكي عن هذا الموضوع أول شيء التحكم اللي بتحكم بالمصاري هو اللي بتحكم في البيت هو اللي بيأخذ قرارات وهو اللي إلوك كلمة نهائية ثاني شيء الأمان المصاري بيتمثل الأمان وكل واحد فينا بده يشعر بالأمان وكل ما كبرت جيبتك كل ما حسيت بالأمان ومش خايف من شيء ثالث شيء المصاري متضمن بكل نواحي حياتنا فهي بتفتح أبواب للصراعات والخلافات قديش بتصرف ووين بتصرف المصاري بيحدد المبادئ اللي عندك فالثقة مرتبطة بالنقاط الثلاثة هاي والثقة هي أساس أغلب العلاقات والنقاط الثلاثة هاي ممكن تهز هاي الثقة عشان هيك من المهم للأزواج إنهم يكونوا على نفس الصفحة لما يجي الموضوع لصرف المصاري مش لازم يكون في أسرار ولكن نفس المبادئ على وين تصرف المصاري صحيح أما بنشوف هاي المشكلة مش لازم نلوم بعض كثير من المرات اللوم اللي بيصير هو سبب كسر الثقة في العلاقات انت صرفت كل المصاري على أشياء تافة انت صرفت المصاري على سيارتك وغيره كثير من اللوم اللي بيخلي كل علاقة تنهز وتخسر الثقة اللي موجودة يعني كيف منحل مشكلة الصرف السيء بدون من اللوم؟ بدون من اللوم؟ هلا راح نشوفي هادي مع أنه سؤال جدي لأول مرة الصراحة في المصروف ومشاركة وين صرفت المصاري بيزاعد على الوضوح في العلاقة ولما بنشارك مع شريكنا الأشياء اللي بنفكر نشتريها أو نصرف المصاري عليها بشيل اللوم لأنه بيكون في تفاهم من قبل على الموضوع في تيموثاوس الأولى 16 بتقول لأن محبة المال أصل لكل الشرور الذي إذ ابتغاه قوم ضلوا عن الإيمان وطعنوا أنفسهم بأوجاع كثيرة محبة الأشياء هي خطر لأنه في أغلب الأوقات خلال ثلاثة شهر راح تخسر الحماس اللي كان عندك لما شريك هذا الشيء ورح تدور على شيء ثاني تشتري وهيك راح تكمل حياتك دايما بدك شيء أكثر فهدي، انت تعرف عن قدمين الأمازون ما هذا؟ amazon.com شيء غريب يا زلمي وقت تبدأ، ما فيك توقف سدي، انت تعرف أكثر، أنا ما بعرف عن أمازون هما عننا أمازون الحل محبة المال هو الإمتنان لما تكون ممتن الأشياء اللي عندك ما راح تحتاج إنك تطلب أكثر تعلم أن يقولنا أن أين يوجد مصاركك سيكون هناك أيضاً إذا كانت أمامك مصاركك سيكون هناك مكان جيداً سيكون هناك مكان جيداً و هذا سيساعدك في المصاري صح لذلك، دعوك تذهب إلى الأشياء ذات القيمة مثل التعليم، الأمان، العيلة عندما تصرف المصاري على الأشياء المهمة لك وشركتك وقتها ستتطروا تخبوا عن بعض وين تصرف المصاري و تعرف كيف تستطيع تصرف على الأشياء الأقل أهمية لك فادي؟ أو لك، ما بتقدر أنه واحد يجب أن يشتري كلسات لجميع المواسم والمناسبات؟ ها؟ لماذا كم جوز كلسات عندك؟ هلا، ما بنفوت تفاصيل بس عن جديد اشتريت ثلاثين جوز مبررة للقصة، ما هيك؟ آه، أنت اشتريت ثلاثين جوز أنا أفكرك بتيجي بنفس جوز الاجرابات والكلسات كل اليوم على الشغل طلع عندك نفسه ونفس اللون كلهم والأهم من هذا كله اعترف أن الله هو صاحب كل شي لما يكون عندك هذا الفكر، وقتها تعرف أنه أنت مجرد مؤتمن على الموارد اللي الله حطها بين إيديك حتى المصاري، أنت مش مالك كل شي عندك ولكن الملك هو لله لا تنسوا تعملوا لايك وشير واشتركوا بالقناة حتى توصلكم كل الفيديوهات جديدة وشارك الفيديو مع كل شخص ممكن يستفيد منه وما تنسى تبعتنا الرسالة إذا كان عندك أي سؤال أو أي استفسار استنونا بحلقة جديدة كل أسبوع ونشوفكم الأسبوع الجاي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر